إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام حبابي تنتمنى لكم الصحابة والعافية تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وعوش لكم بروكة تنتمنى تحقق معكم الأماني وتنتمنى ربي يحفظكم ونجيكم يا رب اليوم غادي نحطوا واحد وصفة رائعة أو أكتر من رائعة وصفة عشبة رائعة هتحاولوا أنكم إن شاء الله تدروها واتطردوا قاعدة توابع واتطردوا السحر السحر التجديد السحر التحقير السحر توقيف الحال السحر اللي تدمر البيوت تشتتهم السحر الفقر كين السحر الفقر كين السحر العين والحسد العين والحسد تبقوا مراقبينكم بعينيهم ويشوفوكم ويتبعوكم هادكتا هو نوع من الحسد والسحر الناس اللي بغين يطهروا بيوتهم عندهم مشاكل ديما المشاكل في البيت ودائما عندهم صداع والمشاكل عندكم قلة المال العتبة ديما فيها صداع والمشاكل العتبة قليل فيش يدخلها الفرح ولكن بعض الناس عندها بنات عندها وصلة الوحد السن ولكن بدون زواج الولد قراء ولكن ما عندوش تصخير عندو التعسير مخدم موالو اذا الولد الى ما كانش خدام غادي ان شاء الله الام ديالو تدير لي هاد هاد السيغاء ان شاء الله او هاد الوصفة اللي غادي نعطيها لكم هي شاملة للبيت للأولاد للبنت اللي ما اطلع على الزواج تأسير الحال في المال الزوج اللي بدون عمل وبغاة الزوجة ديالو تبخره رائع او اكتر من رائع اذا انا غادي نعطيكم وصفات انتوما اه غادي تاخدوا اللي بغيتوا من هاد الوصفات لانهم كلهم بالنسبة لي كلهم حقوا بزيال تحويج اه ابطالات رائعة اه حاولوا غير انكم الوقت لتديروها تديروها بيقين فقط ديما تنكرر بيقين نتكون عندكم النية الحسنة والله المستعان على كل الامور اذا غادي نمشي عند العطار غادي ناخد من عنده اه ميتين وخمسين قرام ديال العرعار غادي ناخد ميتين وخمسين قرام ديال العرعار غادي نجيب معا عشرات دراهم ديال الفاسوخ اول حاجة غادي نشد ديال العرعار غادي نطحنه غادي نطحنه اه حتى يولي اه مطحون اه كالبودرة وغادي ان شاء الله غادي نقول لكم اش غادي تديرو ليه ان شاء الله إذن هذا العرعار بعدما تحنته سنحرركه بزيان سنشد هذا الفاسوخ ونتبخه في كاسرون جيدا حتى يولي بحل حليب سنرش به هذا العرعار العرعار خاصه ينشف الضل من غادي نشف الضل غادي بحول الله وقواته غادي أول حاجة غادي نشوف أولادي اللي عنده تعسير الأحوال غادي ديما ناخد قطعة من الملابس ديالهم الملبوسة بحل الولد اللي عنده تعسير الحال غادي ناخد قطعة من الملابس يكون شي سليب أو شي حاجة تلبسها من الداخل نقطع منها طرف وغادي نوضع فيها هذا العرعار ونبطلي نحطها فوق البوطة ونخليها تحترق غادي يتبطليه القديم وجديد إلا كان يتبخر غادي ندير الفحم وندير قطعة الملابس دياله ونحط شوية العرعار مع الفاسوخ وغادي الوقت اللي تتفوسخ الولد غادي نقرأ سبع مرات إن الله سيبطله اللهم بطل على ولدي فلان ولد فلانة إن الله سيبطله اللهم بطل عن ابني فلان ولد فلانة هو تيتبخر لابس قاندورة أو لابس عبايا وغادي يخليه بدون ملابس داخلية وخليه يتبخر غادي نشد جوج معالق ديال العرعار غادي نخوي عليهم ماء ساخن ونخليهم يتلقون زيان وغادي نصفيهم وغادي نعطيه غير الماء يدخل إلى الحمام يضيفه إلى ماء ساخن مع جوج معالق ديال الملحة وغادي إن شاء الله يغسل به غادي تحيد ليه التعثير بإذن الله أما البنت البنت اللي معطلة على الزواج وبغاية أنها تدير هاد الوصفة غادي تشد جوج معالق وتخوي عليهم الماء ساخن وغادي تقرأ عليهم صور الطهة حتى الفجر غادي تدير واحد السطل سخون وضيف ليه هادك الكأس اللي قرأت عليه صور الطهة في جوج معالق ديال العرعار مطحونين مطحونين غادي إن شاء الله هادك الكأس غادي نصفيه نصفي هادك العرعار المطحون نصفيه في سطل الماء وغادي هادك العرعار غادي نشفوه في الضل غادي نشفوه إن شاء الله في الضل ونحاول نتبخر به من بعد ما نشف وهذاك الماء اللي صفيته في ماء ساخن غادي ندخل الى الغرفة ديالي وندخل واحد وعاء وغادي ان شاء الله ندوش بهذاك الماء ونخلي هذاك الماء على الجسد ديالي يوم كامل إلا قدرتي تغسلي شعرك به غسلي ما قدرتيش حاولي أنك تغسلي غير الجسد ديالك الماء نقي غادي الرش العتابة البنت اللي بغا تزوج أما العرعار غادي تنشفيه بالضل وان شاء الله تبخري به أو تبخري به البيت تحطي فوق الغاز أو البوطة وخليه يتلقى هذاك البخور الطيب اللي فيه الفاصوخ لأنه غادي ياخد من طاقة الفاصوخ ليفسخ جميع الأسحار أما المرأة اللي عندها مشاكل في البيت وعندها صداع وعندها مشاكل غادي تاخد الفحم وتشعله وتبخر الدار تهز واحد الحفنة في يديها وتحاول أنها تقرأ ليه ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر سبع مرات وغادي نقرأ صورة الزلزل سبع مرات وغادي نبطل نفوسخ البيت وزوايا البيت على أساس إلا كان عندي سحر المرشوش ولا كان عندي سحر التفريق أو السحر اللي تيخلق المشاكل أو السحر اللي تينوض صداع ما بين الأسرة وبين العائلة المرأة إلا بغاية تلوح في زوايا عند السحر التجديد دائما تاخد كل زاوية تلوح فيها شيء قليل من هاد العرعار المطحون المرشوش بالفاصوخ غادي يسحب لك جاعة الطاقة السلبية والسحر إلا كان في زوايا البيت غادي إن شاء الله يبال لك ويظهر لك بإذن الله هو يكشف على نفسه هادك الفاصوخ ومع العرعار المطحون كي اللي تيخلطوا مع ماء الزهر ومع الفاصوخ ويدروا كويرات ولوحو في زوايا البيت يبقى حتى مدة وقت طويل من بعد من تخملي البيت أو تدري ترتبي البيت وبغيتي تجمعيه تحييديه أتلوحيه في مكان عاشم إذن العرعار هو من أروع العشوب اللي تيبطلوا السحر وتيزرعوا الراحة في البيت لأن العرعار هو رائع في طرد السحر كي اللي تيبطل السحر غير بالعرعار بدون قراءة بدون قراءة تيسحب السحر كي الناس اللي تيديروه اللي ممزوجات ربعين يوم تديرو البنت كل يوم تبخر به تقرع ليه آيات الإبطال السحر وصور الطه وغادي إن شاء الله تتبخر به ربعين يوم تديروه في قطعة من الملابس ديالها تكون متصخة لابسها مدة ثلاث أيام لباس اللي تيكون تحت وغادي نقطعه قطع ربعين يوم ونحاول أنني ناخد الفاصخ والعرعار ونخلطهم وندير كل قطعة ندير فيها شوية ونخلي كل يوم نتبخر بقطعة إما نتبخر في الفجر ولا الظهر ولا العاصر العرعار تقدري تبخري تمع المغرب حسن مع العشاء في خمس أوقات تقدري تبخري العرعار عنده طاقة إيجابية في جميع الأوقات وهو يبطل صداع السحر التفريق السحر المشاكل السحر توقف الحال السحر النفور ومن أرواع ما يكون مهما تلك على النوافع دياله ما غاديش نحصوها الناس اللي عندهم السحر المأكول تياخدوا تياخدوا معلقة صغيرة يغسلوها مزيان في الصفاية وغادي نخويها في كأس نخوي لها ماء ساخن هنخليها عشر دقائق هنقرأ عليها آية الإبطال أي آية الإبطال وغادي نصفه ونشرب المكون تنصف فيه عدى نقرأيه باش من لوحش هذك المكون في القومانة إذن الناس اللي عندهم السحر المأكول هيشربوه مدة 11 يوم ومن بعد يوقفوه ومن بعد يلحسوا بالفرق غادي يكملوا أسبوع آخر إذن الناس اللي عندهم مشاكل يحاولوا يديروهم يديرو هذة الوصفات والله المستعان إلا عجبكم الفيديوهات خلوا ليه لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر